السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم حبيبي محب أرحب فيكم من وين ما كنتوا بتتابعوني ويسعد لي جميع أوقاتكم مصفتنا لليوم أكيد يعرفتوها رح نعمل أملخية مفرزة ورق مش مفرومة بدي أجربها ونشوف كيف بدها تطلع معنا عندي هون تنجرة كنت فرمة فيها بصلة صغيرة فرم ناعم وطبعا عندي جوج جاج هنا مغصول أول شي رح أضيف الزيت على البصل وبيدي أحوس البصلات أشوحها تشويحها بسيطة مع الزيت الدجاج اللي عندي عندي نزل دجاجة وفي عندي أولادي بيحبوا أصدور الدجاج الخالية من العدم في الملخية في عندي تقريبا كيلو أو كيلو شوية كنت غسلتها ومقطعتها طبعا هنا شوحت الدجاج مع البصل زي ما أنتوا شايفين تشويحها بسيطة هيك مع البصل اللي بتكون بحسها أطياب ورح أضيف عليها الماي وبدي أسلك الدجاج لبين ما يستوي وبعدين رح أضيف عليه الملخية عندي هون الملخية مفرزة جبتها من العربي النوعية هاي جدا ممتازة كأن الملخية طازة يعني عجبتني هاي النوعية ورح أضيف كمان مقدار كوب كمان ملخية ناعمة ناشفة طبعا عندي رز كشرت الثومة طبعا ورح أدك الثومة للطشة خضرتها عندي رز حبة كثيرة رز مصري نوعين حطيت كاستين رز مصري وكمان كاسة نوع تاني من الحبة الكثيرة بيطلعوا مع بعض كثير طيبين هون الجاج طبعا تكريبا كرب على الاستواء الثومة دكيتها رشيت عليها رشة بسيطة من الملح ودكيتها في مدك الثومة جهزتها وطبعا هاي الملخية بهذا الشكل بتكون مفرزة بالأكياس الملخية الورقية مش النعمة اللهم صلي وسلم على سيدة محمد بعد ما استوى دجاج رح أضيف الملخية لأن الملخية بمجرد ما نضيفها على الدجاج يعني رح أخليها تغلى بس عشر دكايق وبعدين رح أطف تحتها لأن الملخية إذا طبخناها كثير وظلت تغلى لمفترة طويلة بتبكلب لونها على سواد وكمان بحسها يعني ما بتصير طيبة اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد حبايبي إذا وصلت لهون دعموني باللايك عشان ينتشر الفيديو بطريقة أسرع طبعا عندي هون الرز رح أنكع وأغسله منيح منيح لبينما تصفى ميتة عشان بدنا نعمل رز بالشعرية أطيب شي جملة بالملخية الرز الأبيض طبعا بالشعرية شايفين ما شاء الله لونها لون الخضار طبعها كأنه يعني في ملخية خضرة فرمناها النوعية هاي وكمان الطعم جدا طيب طبعا على العين الثانية أنا ضفت زيت مع ملعقة سمنة بدي هلأ نحوس الشعرية لأنه بدنا نعمل رز أبيض مع الشعرية رح نحمر الشعرية طريقة عمل الرز بالشعرية أنا منزل الطريقة على قناة صفرة مع صمر فيكم تروحوا على جوجل على السيرج تكتبوا رز بالشعرية وتكتبوا صفرة مع صمر على جانبها بتطلع لكم الطريقة طبعا ما تحمرت الشعرية ضفنا الرز رح أحمس الرز مع الشعرية مدة دقيقة أو دقيقتين طبعا حسب كمية الرز اللي عندكم الوقت ورح أضيف عليه الميا والمليح وأترك الرز يستوي على نار هادية بمجرد ما يغلى وتظهر عند الفقعات طبعا شوية بقدار كوب من شربة الدجاج وضفت الباكة ميا سخنة هاي الطريقة الرز إذا بتحضروه جدا طريقة رائعة وشهية هلا رح أغطي وأترك يستوي براحته شايفين الملخية ما شاء الله شوفوا لونها ما أحلاها كأن الملخية ورق خضرة وفرمناها ويعني طعمها ولونها بشحة طبعا هلا بدي أعمل الطشة أطيب شيء مع الملخية طبعا الطشة اللي هي الثومة طفت زيت وسبنا وضفنا الثومة على الزيت رح أحمرها شوية ورح أضيف عليها تكريبا نصف ملعكات صغيرة من الكزبرة الناشفة ورح أضيف عليها عندي كزبرة خضرة مفرزة في الفريزر مقدار تكريبا ثلاث ملاعق من الطعام طفتها ورح أحوسها إشي بسيط وهاي الطشة رح تكون للملخية هون رشية رشة بسيطة من الكزبرة الناشفة تعطيها طعم جدا لذيذ بس ما تكثروا منها قص رشة بسيطة لأننا إحنا حطين الكزبرة الخضرة كمان طعم الكزبرة موثومة مع الملخية يعني بيكلب بالطعم لألف درجة جدا جدا شهيد وهاي الطشة ما شاء الله الريحة بتجنن يعني يريدكم معانا وتشموا الريحة شايفين لونها مأحلى بجنن وما طلعت أي سلة أو أي هيك رغبة بيضة هذا بدل على نوعية الملوخية إنها ممتازة ونظيفة تكريبا هيك طبختنا صارت جاهزة طبعا أنا جهزت الطبخة من بدري طبعا بتضوكوا الملح أنا كنت مملحة وضيفة فلفل أسود على الدجاج ولما دكيت الثومة أضفت شوية ملح طبعا بتشوفوا الملح إذا بتشوفوا مزبوط خلاص بتتركوها إذا بتشوفواها بدها كمان ملح بتضفوا لها إشي بسيط شايفين الرز مفلفل كل حبة بحبتها بشه يطلع طبعا هلا أنا هون رح أسكو بصحين بس مشان التصوير وطبعا لسه أبدري على غدانا بس أنا كان عندي موعد حبيت أحضر الغداء وأركن عليه إنه جاهز عشان زوجي وأولادي طبعا وبيجوا من الشغل بيجوا من المدرسة والجامعة جعانين فبيكون في الغداء بكون جاهز طبعا وأنا كان عندي كمان موعد شايفين ما شاء الله يعني بتشحي بالنسبة للدجاج أنتو فيكم ما تطبقوها بوراق دجاج دجاجة كاملة سطور دجاج لحالها هذا طبعا حسب زوجكم أنتو شو بتحبه طبعا بتضيفه الدجاج على هواكم طبعا إحنا بنحبها على كل الجهات وزي ما حكت لكم أولادي بيحبوها بسطور الدجاج الخالي من العظيم ومشاء الله طبعا هلا لازم نتذوق يعني فعلا الطبخة طيبة كثير والريحة لا تكاوم طبعا لازم نذوق كل شيء يعني لبينما نتغدى جميعا مع بعض طبعا والملوخية طيب معاها اللمون الحامض حبا بي بتمنى أن تكونوا استمتعتون أن الفيديو يكون عجبكم ما تنسون الشير لايك ونسبسكرا شاركوا الفيديو وفعلوا الجرس اكبسوا على زر الإعجاب إذا عجبكم الفيديو واستنوني بصفات جديدة وفيديوهات جديدة وشكرا اللي لكم حبا بي وبي باي اشتركوا في القناة